تلاتة الملياردير محمد الفايد خطط ليكون رئيسا لسكتلندا في 2023 رحل الملياردير المصري محمد الفايد محمد الفايد موليد 1929 رحل عن 94 سنة الاسم محمد عبد المنعم الفايد أو محمد عبد المنعم فايد هو أضاف أل لما وصل بريطانيا نمه من عائلة فايد المصرية في الإسكندرية وقبل كده في الرحمنية وقبل كده في محافظة الغربية قرية سالحجر مركز بسيون محمد الفايد الذي ولد في الإسكندرية والده كان مدرس اشتغل في ميناء إسكندرية وبعد كده بدأ يشتغل في الخليج اتعرف على السيدة ساميرة خشوجي أخت ملياردير السودي عدنان خشوجي ودي كان بداية نقلة كبيرة جدا عدنان خشوجي أقدمه لأوساط المال والأعمال في العالم وقدر طبعا بزكائه الشديد ومهاراته في العمل المالي والاقتصادي أنه هو يصل إلى التعامل مع شخصيات مهمة حول العالم والنقلة الكبيرة ما بقى المستشار المالي لأحد أغنى أغناء العالم وهو سلطان برونعي اشتغل كمان مع رئيس هيتي ومع شخصيات سياسية كتيرة حول العالم انتقل بعد كده إلى بريطانيا وعاش في بريطانيا لكن لما طلب الجنسية البريطانية الإنجليزة رفض دور الجنسية البريطانية فانتقم من الحكومة حكومة حزب المحافظين والشخص الوحيد في تاريخ بريطانيا الأجنبي اللي انتقم من حكومة بريطانيا فإذا يسقط ثلاث وزراء في الحكومة وحبث وزير منهم وطبعا ده كان انتقاما لأنه ما أخدش الجنسية البريطانية ورحل وهو لا يحمل أي جنسية أجنبية في إحدى المناسبات اتعرف ابنه عماد الدين محمد عبد المنعم فايد اللي الشهرة بتاعته قدودي اتعرف على الأميرة ديانا وبعد كده بقت في صداقة بينهم وسائل العلام قالت انه كان في زواج محتمل بينهم إنما الاتنين قتلين من فندق الريتس في باريس وبعدين قتل في حادث سيارة في نفق قريب من فندق الريتس واتهم محمد الفايد المخابرات البريطانية إما آيسكس والأمير فليب زوج الملكة اليازبس مدبروا هذا الحادث لكن طبعا لم يستطع تأكيد ذلك على الإطلاق والحكومة البريطانية نفت إنها تكون في أي مؤامرة في هذا الإطار والتهميته هو إنه بيعتنق فكر المؤامرة لكن الصحافة العالمية اتكلمت كتير في هذا الموضوع محمد الفايد اشترى حاجات مهمة خلته شهير عالميا من فندق الريتس في باريس إلى نادي فلهام البريطاني اللي هو في كرة القدم اشترى كمان عزبة في اسكتلندا مساحتها خمسين ألف فدان خلاه مقصد سياحي كبير جدا وطبعا اشترى ماتجر هاردز الشهير جدا في قلب العاصمة لندن اللي باعه بعد كده لأحد رجال الأعمال القطريين باثنين واثنين من عشرة مليار دولار محمد الفايد لما داخل عيناد مع الحكومة البريطانية على أكتر من مستوى اتهمهم باغتيال ابنه مع الأميرة ديانة أسقط ثلاثة وزراء إنما كمان دعم انفصال اسكتلندا ودعم الأحزاب الانفصالية في اسكتلندا وكان في ذهنه إن اسكتلندا تنفصل وبعدين هو يروح يترشح في اسكتلندا ويصبح أول رئيس لسكتلندا هو عنده نظرية إن اسكتلندا أساسا المصريين اللي بنوا اسكتلندا وإن كان فيه الأميرة أو الملكة سكت في العصر الفرعوني وإن اسكتلندا أي أرض الأميرة أو الملكة سكت الفرعونية اللي مشت من مصر أثناء اضطرابات سياسية دينية في البلاد وأخذت سفن واتجهت نحو المملكة المتحدة حاليا دي نظرية ألها مؤرخين وروجها محمد الفايد وخطط لكي يكون رئيسا لسكتلندا لكنه رحل في 2023 بعد حياة ممتلئة بالثراء وممتلئة بالضجيج